موسيقى يعطيكم العافية اليوم راح نحكي عن الإسعافات الأولية للصدمة الكهربائية الألأ الإسعافات الأولية للصدمة الكهربائية شوية راح تكون أغلبها ما قبل التعامل مع الحالي مش فعليا مع التعامل مع الحالي فأنا إذا شفت حدا مصاب بصدمة كهربائية أو أنه هو فعليا عم يصاب بصدمة كهربائية أنه مسك سلك كهرباء أو بالنسبة للأطفال وهم عم يلعبوا دخل فيش الكهرباء وإلى آخره هنا الطريق المثلى أنك أنت التعامل معه هو أنك أولا تقطع التيار الكهربائي ثانيا أنك أنت ما تحاول تمسك الشخص بصورة مباشرة لازم تكون عازي بيناتك فإذا قدرت تستخدم قطعة خشبة أو كرسي أو أي شيء تاني اللي تقدر تبعده عن مصدر الكهرباء غير هيك ما بصير أنك أنت تمسكه أو أنك تلمسه مباشرة غير لما تتأكد 100% أنه ما في مصدر التيار الكهربائي تم قطعه ما في أي سوائل على الأرض أو مياه اللي ممكن أنها توصل لك الصدمة الكهربائية وبعدها ببلش بالإجراءات المناسبة للحالة على حسب قوة الصدمة الكهربائية اللي كانت موجودة عنده لكن الهدف الرئيسي منها أنه الفيرست أسسمنت تبعك أنك أنت ممكن أنك أنت تشوف الشخص في عنده إصابة أو عنده حرق لكن راح تكون حرق جداً بسيط خارجي لكن المشكلة اللي بتكون الأكبر هي دائماً في الحروق الداخلية اللي بتصيب الصدمة الكهربائية فمباشرة لازم أنت تعمل ترست أسسمنت للبيشنت أو أنه النظرة الأولية عنه أنه وين المنطقة المحبوقة هل في أي نزيف أو أي سوائل عم تخرج من جسد هذا المصاب بدأ تأكد من نفسه ونبضات قلبه هل شغالي أو لا إذا مش شغالي مباشرة بدي أبلش بعملية السي بي آر غير هيك إذا ما كان في عنده أي مشكلة أو فقط الحرق وهو لسه قادر يحكي معاك ويستوعب معاك بدك برضو تاخده على المستشفى على أساس هما يعملون الفحصات والإجراءات المناسبة أما دون ذلك ما في عندك أي شيء أنك تعمله زي ما حكينا أول شيء لازم أنتبه جدا على كيف بدأ أوصل لهذا المريض وما ألمسه مباشرة بدون ما أتأكد من سلامتي أنا ثانيا بدأ أتأكد أنه هل المريض بعده فقد الوعي أو لم يفقد الوعي إذا فقد الوعي وفقد التنفس والنبض هو مباشرة راح أبلش بعملية السي بي آر أو لمعاش القلب الرئوي وأخيرا إذا كانت أموره ستيبل أو أنه عادي بعد الصدمة الكهربائية لساته قاعد عم بيتفاعل معاك حتى لو كانت أموره تمام ما فيه أي مشكلة بالنسبة له برضو لازم يتم أخذه للمستشفى لإجراء الفحصات المناسبة له والسلام عليكم اشتركوا في القناة